رحمة الله هذا شرح جديد لوضع من أوضاع أحلى مواقف شطرنج وهذا الوضع هو بعنوان الملك الزكي هذا هو الوضع الأبيض عليه أن يلعب أو يتعادل طبعا الوضع يبدو صعب إذا اللاعب الأبيض نقلات تقليدية مثل كينغ جي سبعة فإنه لن يستطيع اللحاق بالبيضاق وبالتالي سوف يخسر ومتى حاول البيضاق الأبيض الاقتراب فإن الفيل سيكون له بالمرصاد لذلك على الملك أن يختار مسار زكي ليستطيع أن يكسب تيمبو من مهاجمة الفيل ويستطيع بالتالي اللحاق بالأبيض بذلك عن طريق النقل كي إي سبعة إي جي خمسة كي دي ستة طبعا في حال لعب إي جي أربعة فعلي يعني يلعب بيدق إي سبعة في حال لعب الأبيض كينغ سي خمسة فإنه سوف يخسر بسبب النقلة كي جي ثلاثة إي سبعة والآن الفيل يستطيع منع الأبيض من الترقي من خلال الوتر الآخر وهو إتش إتش خمسة إي سبعة فلذلك الأبيض عليها أن يلعب بداية النقلة إي سبعة وهذه النقلة ضرورية لمنع الترقي الأبيض والآن نقلة الملك كي سي سبعة وهو يهدد الفيل وهنا سيكسب الأبيض نقلة إضافية في حال لعب كي سبعة كي ستة سيلعب كي دي سبعة والآن سيدخل ضمن المربع ضمن المربع الخاص بالبيضاق وبتالي سوف يصبح الوضع تعادل طبعا لن يستطيع الملك الأسواد اللحاق في الوقت المناسب في حال لعب في حال قرار حمايته طبعا وزير فيه ضرب وزير وبيضا قرب وزير وينتهي الوضع بالتعادل شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة